عاصفة ثلجية اجتاحت أجزاء من الصاحل الشرقي للولايات المتحدة وأكدت وسائل الإعلام المحلية إرسال ما يزيد عن 900 آلية من قبل سلطات المدينة لإزالة الثلوج التي بلغ ارتفاعها مستوقياسياً حيث بلغ منسوب الثلوج فيها يوم السبت 0.6 متر ما صاحب تساقط الثلوج فيضانات ورياح عطلت حركة السير بالكامل وبات السفر شبه مستحيل